قارن من فضلك بين ما يفعله هؤلاء الأوغاد وما تفعله الدولة المصرية المقارنة الآن باتت ضرورية المقارنة الآن باتت لابد من كل واحد يفكر بينه وبين نفسه ماذا تفعل الدولة ولماذا تفعل الدولة وماذا يفعل هؤلاء ولماذا يفعل هؤلاء ما يفعلون هؤلاء الأوغاد الإرهابيين التكفريين الكفرة الفجرة يسئهم أي تقدم للدولة المصرية يسئهم أي تحرك لتغيير واقع الناس للأفضل هؤلاء الذين أرادوا اليوم تدمير محطة رفع المياه في غرب سيناء ما هي أهدافهم؟ هل وصلنا إلى فكر تدمير محطات المياه؟ هل هذا فكر يمكن أن يوصف بأنه فكر أناس متدينون؟ أنا بسأل كل الناس محطات الكهرباء اللي احنا شفناها في أعقاب الفوضى وخطوط الغاز اللي شفناها في أعقاب مرحلة الفوضى ومحاول الترويع لأمينين محاولة ضرب مرتكزات أمنية في كل مكان في مصر كل هذا لم يؤثر في عضد الدولة المصرية وانتصرت الدولة المصرية هؤلاء المهزومون هؤلاء الأوغاد أرادوا إيصال رسالة لمن يمولونهم أنهم ما زالوا على قيد الحياة هؤلاء أرادوا إيصال رسالة إلى هؤلاء الرماديون الموجودين في مصر أن احنا ما زلنا على قيد الحياة لكن أبناء القوات المسلحة المصرية البواسل ردوا الصاع صعين حفظوا على مقدرات الدولة ومقدرات الشعب المصري وضحوا بأرواحهم فداء للواجد أنا بقول لسه كنا من يومين في احتفالتنا بعيد الفطر المبارك وسيادة الرئيس كان يقدم دعوة لأبناء الشهداء لينضي معهم وقت العيد عوضا عما فاتهم أو محاولة للتعويض عن فقدان رب الأسرة اللي راح بقول إنه قطار التضحيات ما زال يسير وقطار التضحيات ما زال بيقل الكثيرين من أبناء هذا الشعب اللي بيحصل اللي حصل النهاردة في سيناء الحبيبة بيؤكد تماماً إن احنا على الطريق السليم بيؤكد تماماً أننا مدركون احنا في ناس بيصبها حالة من الهزال العقلي وحالة من الهزال الفكري وحالة أيضاً من الهزال الوطني بقول تاني لهؤلاء اذهبوا فتوضقوا مرة أخرى توضقوا وطنياً أعيدوا وضوءكم الوطني مرة أخرى المعركة واضحة والعضو واضح وازدق بمتربس بنا وبمقدراتنا وبأوطننا خالص العزاء لأسر الشهداء خالص العزاء للقوات المسلحة المصرية خالص العزاء لأبناء الشعب المصري في هذا المصاب الجلل وبقول مرة أخرى نحن على الطريق السليم والمعركة مستمرة وقطعاً وحتماً وبإذن الله وبعون الله سننتصر سننتصر في كل معاركنا لأنها شريفة لأنها نبيلة لأنها وطنية لأنها غير ملونة لأننا لسنا مرتزقة ولن نكون أقول أيضاً إنه كلما إزدادة رماح الأعداء اعلم أنك على الطريق السليم القويم حدد مكان إطلاق هذه الرماح لتتعرف على عدوك عدو هذه الدولة عدو هذا الوطن عدو هذه الأمة معلوم للجميع لا نريد أن تحدث حالة من الغمامة أمام أعيننا لكي يختلط الحابل بالنابل العدو واضح العدو معروف العدو لا توبة له لن يعود عما هو فيه ثق تمام الثقة إنه لا فائدة من حوار مع هؤلاء ولا فائدة من مراجعات مع هؤلاء ولا فائدة من محولة الفكر بالفكر مع هؤلاء فقط علينا التعامل الخشن وتكفيف المنابع والنظر للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر